شايماء بقى موضوع الاسمرار اللي حوالين الفم ده جفاف جديد يعني حاجة مرت بحاجة جفاف جامد قوي ودرب معها حساسية عشان كده بيقى الشر احملته فبيحصل البقعة دوت لازم انا هي الاول على حسب الدرجة هي لونها ايه؟ اول حاجة بقولها ارجوكو مش عايزة تأشير ما تعملش حاجة فيها تأشير ارجوكو مش عايزة تأشير لو سمحتو خصوان كمان نعمل اين؟ التأشير دايما بتبقى لصحابات البشرة فتحة لكن البشرة الغمقة لما تيجي تأشير اتعرض للحرارة هتغمق فاحنا انا مش عايزة هتأشير خالص طب هعمل ايه؟ لما نيجي نأشير احنا ممكن دلوقتي بص يا لامي نازل دلوقتي حاجة بتأشير وبتأشيرش بمعنى ايه؟ يعني هقولك دايما التأشير ان احنا بنشير الطبقة الاولانية فيقى اما عن طريق كريمات يقى اما بيبقى عن طريق حاجات مستحضرات عند الطبيب او عن طريق الليزر ده بيشيل الطبقة الطبقة بتبقى حامرة وبعد كده بتبقى بني وبعد كده الجلد بيكرمش وبعد كده بيقع فيه اجهزة دلوقتي نازلة جديد دي بتعمل حاجة اسمها كريستال حاجة زي الدرما بريجن كده دي بتعمل ايه؟ في فضل الله ان هي بتشيل بتلاقي بتفارول يعني انت لو لابسة حاجة غمقة وعملتي كده بيه هتلاقي ان في حاجة زي البودر الابيض نزل بس البودر الابيض ده لابسة الحاجة بيانزل هو ده الجلد الميت لكن ما بتقشرش وتغير لون الجلد يعني بتشيلش طبقة جلد لأ ما بتشيلش طبقة جلد بالعكس انتي بعد ما بتمشي عليه هي بتفارول انتي لو لابسة حاجة بيقولك بتلاقي البودرة بتاعة جلدك بتنزل بس بودر هو دي حاجة جديدة نازلة لو هي بالنسبة لها ممكن لو هي بالزبط يعني عشان كده بيقولك لا يعني انذما بتكلم يعني هي ممكن لو هتلاقي حد ده عنده ده اللي هو ممكن تاني يوم تنزلي بيعي ممكن كمان ساعة تخرج الشارع لو الجهاز ده لكن لو هي المتاح بالنسبة لها حتى اللي تقدر هي تعمله المتاح بالنسبة لها اول حاجة حياتها في السان بلاك كريم شمس ما تخرجش غرب كريم شمس ما نخشش نوبة غرب كريم شمس دي اول حاجة تاني حاجة انا عايزة ترتيب عالي جدا لان انا كل ما هرتب كل ما المكان دوت هيبقى اكتر يعني هيبقى الصمار بتاعه هيروح اي مكان هيترتب جمد قوي الصمار بتاعه هيروح اكتر الحاجات اللي هي ممكن ترتب لها انها هتعمل ماسكات دي مرة في الاسبوع وهتحط زيوت في ممكن تاخد اللي هي الزيوت اللي طبعا زيت الزتون ده نمبر وان رقم واحد زيت اللوز هتعمل اللي هو المسك بتاع هتجيب خميرة وتحط عليها معلقة نشا خميرة على معلقة نشا على ربما معلقة عسل وكلهم تتعملهم مع بعض ودعاكهم كده مع بعض شوية مية ورد او شوية لبن وتحط على الجزء وتحط على الوش كله هتلاقي كل الوش يفتح هم دم